طيب هنرجع إلى خبر يمكن النهار ده يتم الإعلان عنه زي ما قلت لكم مركاته كبير في ألعاب الصلاة السنة والحقيقة نجب هذا المركاته بأمانة طبعا مجلس دارة النادي الأهلي كله بقيادة كابتن محمود الخطيب ويأتي وراءهم على طول كابتن خالد العوضي الحقيقة القايم بدور كبير جدا هو زميل عزيز وجويرنا كتير في قارات النادي الأهلي هو القايم بيتولى دارة النادي الرياضي والحقيقة هو عامل شجل كبير جدا وحق يقال أن هذا الرجل بيبزل كل المجهود عشان في صفقات وتجديدات ومعسكرات ويعني يكاد يكون بيبزل مجهود كبير أو لازم نشيد به وإن شاء الله ربنا يكلل مجهوده بالبطولات لأنه أكيد هو طبعا أسعد واحد يكون في الدنيا لما النادي الأهلي يجمع كل البطولات وطيب عامل إيه كابتن خالد العوضي كابتن خالد العوضي عايزة تعاقد مع لعبة معينة في الفوليبور هقول لحضراتكم عليها نجمة نادي بورتريكو هي دي كارينا أوكاسيو دي نجمة نادي بورتريكو نجمة نجوب نادي بورتريكو ومنتخب بورتريكو من العظاماء في كرة الطائرة طيب عامل إيه كابتن خالد العوضي كابتن خالد العوضي قبلها وقع مع ديانا رايز برضو لعبة منتخب بورتريكو وهي زميلة كارينا أوكاسيو هم دلوقتي بلعبوا بطولة العالم في هولندا فالنادي الأهلي عايزة تعاقد مع كارينا أوكاسيو وجاي لها عروض كتيرة جدا أوروبية وعروض في كوبا أمريكا والنادي الأهلي عايزة اقتنس هذه الصفقة فكان قرار النادي الأهلي أن كابتن خالد العوضي بنفسه هو اللي يسافر هولندا في بطولة العالم طبعا كل ده بالتنصيق مع ديانا روس دي سوري طبعا كابتن خالد العوضي هناك في هولندا مع كارينا أوكاسيو ورحل ديانا رايز ويزبط معها وطبعا استطاع أنه هو يمضي زملتها كارينا أوكاسيو طبعا في رحلة مكوكية سريعة حصلنا على خدمات كارينا مع النادي الأهلي هذا الموسم وان شاء الله الاتنين هينضموا بعد بطولة العالم فورا لإلى النادي الأهلي لمشاركة طبعا في مبارياته ولكن صفقتين من العيار التيل دايما كالنادي الأهلي السنين فاتت كان بيلجأ يجيب اللعيبة برازيليات اللعيبة من مثلا أوكرانيا ولكن النهاردة احنا خدنا خطوة قداما عشان كده أنا بقول لحضراتكم أنه الموضوع يعني مركاته يعني السنة دي من أعظم السنين اللي حصل فيها مركاته ممكن كرة طائرة كانت من الألعاب اللي يعني زي ما بيقوله كان لنصيب الأسد في هذا المركاته طيب بطولة العالم بيلعبوا فيها الاتنين بيلعبوا إيه كارينا أوكاسيو بتلعب في مركز أربعة ديانا ريس بتلعب في مركز ثلاثة يبقى أنت المركزين اللي عندك فيهم شورتج أنت عوضتهم مركز ثلاثة الوالسنتر بلوك ومركز أربعة الضريب أنت عندك الاتنين دلوقتي الحمد لله بقوا يعني فيهم اتنين لعيبة على مستوى عالي ليفل وان على مستوى العالم طيب كابتر حمد الصف في الوضع إيه في الفريق الفريق بيتمرن دلوقتي هل فيه دوري هل فيه حاجة لأسف لغاية دلوقتي مفيش وده علامة استفهام كبيرة جدا في اتحاد الكرة الطائرة لاجلة المسابقات الاتحاد الوحيد اللي حتى الآن ما أعلنش عن جدول مسابقاته والحقيقة ده موضوع غريب جدا وموضوع يعني بيصيب الفرق بالملل ما ينفعش أنا باتمرن أنا نهاردة شهر عشر ومعرفش الجدول بتاعي إيه إزاي يعني يا جماعة الموضوع ده لازم يبقى فيه لأنه كل سنة بنفس الحال والحقيقة برضو عشان تبقوا عارفين مع كل اتحاد بييجي أنا معرفش فيه كلمة سر إيه السبب إن الطائرة رجال والسيدات بيتأخر جدا الموسم الرياضي بتاعهم أنا الحقيقة مش فاهم إيه الكيميا في كده أنا عندي مباريات مع منتخب مصر أو عندي أجندة دولية لمنتخباتي بحط الأجندة وبعكده بسقط عليها الدوري إيه اللي في كده سعب لو عندي بتورة أندية بتغير معادها بوقف الدوري الموضوع يعني مش كيميا خالص فالحقيقة أنا مستغرب واللعيبة واللعيبات ربنا يشترط طول فاطة التدريب ما يسيبش اللعيبة بالملل والموضوع ده في الآخر يؤدي إلى إصابات وبعد كده بقى فيه تلاحهم مباريات وبعد كده بقى فيه إصابات ما هو أنت بضغط بقى الدنيا ما أنت بتبتدي في شهر 12 مثلا شهر 11 هتلاقي نفسك ضغط الدنيا عشان دخلص الدنيا بتاعة 4 شهور طب ليه ما نبتدي زي السلة واليد ما هم يعني السلة واليد بيعملوا يعني حاجة غريبة ما هم طول عمرها كده المواسم بتبتدي في شهر 9 المواسم كلها في شهر 9 عندكم السلة خلص كايرة بيستعد بطول عربية اليد لعب السوبر المصري وهو رايح بطولة أمم أفريقيا والأبطال والبطول العربية دولة يلعب فيها الزمالي يعني أصدأ أقولك أن المسلم بشغل في كل حد إشمعنا الطيرة يعني أنا على الحقيقة ما عنديش إجابة وأتمنى أن يحد يبقى سمعنا ويعني يستجيب لده الكلام ده مش في مصلحة منتخبات مصر خالص